السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأجبان الصحية والأجبان غير الصحية ناس كتير جدا بتطلقبط بين الاتنين وبتعرفش تفرق وبشتروا أي نوع وخلاص موجود قدامه موضوع الأجبان ده طبعا موضوع مهم جدا لأنه عيش عند معظم الناس أغلب الناس تقريبا بتحب الأجبان وأنا منهم من أكتر الحاجات اللي بحبها بصراحة في الأكل هي الأجبان الأجبان طبعا في منها أنواع كتير جدا وأشكال كتير جدا وإحنا منطلقبط ومش عارفين مين فيهم الصحي ومين الغير صحي لأن إحنا علشان ناكل الحاجة اللي إحنا بنحبها ونتبسط ولكن في نفس الوقت عايزين كمان ناكل حاجة تكون مفيدة من درج جسمنا علشان كده هنعمل الحلقة بتاعت النهاردة هنوضح فيها بكل سهولة إزاي تعرف تفرق بالنوع الجبنة الصح ونوع الجبنة الدار وعندنا إن شاء الله الفيديو اللي جاي مباشرة اللي بعد ده هنتكلم على إيه هي أفضل الأنواع بتاع الجبن اللي مناسبة مع الرجيم هل الأجبان عمتا تنفع في الرجيم ولا الأفضل إن إحنا نقطعها هل فيه أنواع تنفع وأنواع ما تنفعش كل الأسئلة دي هنعرفها في الفيديو الجاي إن شاء الله تعالى يعني إيه بقى جبنة صحية وجبنة غير صحية الجبنة الصحية هي الجبنة الطبيعية يعني إيه هي الجبنة المصنوعة من الحليب وفقط سواء بقى كان حليب بكر حليب جموس حليب معز مش هتفرق معنا النهاردة وكمان كل الدهون اللي موجودة في الجبنة دي هي الدهون الموجودة بشكل طبيعي مع الحليب يعني مش بضيف أي مصدر دهون خارجي على الجبنة دي علشان كده بنسميها دهون طبيعية بنسميها أجبان طبيعية بنسميها أجبان صحية الأجبان بقى غير الصحية أو الأجبان الضرة هي اللي بيكون داخل فيها مكونات أخرى بخلاف اللبن أو بخلاف الحليب على سبيل المثال بيحطوا معاها بعض أنواع الدهون الضرة أو زيوت النباتية نبدأ بقى نستعرضه من نقطة نقطة كده علشان نعرف نختار ازاي او ايه افضل جبنة ممكن نجيبها لما نروح نشتري اول اختيار طبعا بالنسبة لنا كلنا لو قدرت تصنع الجبنة دي في البيت هي من الحاجات السهلة ولكن كلنا بنكسل لو دخلت على اليوتيوب هتلاقي طريقة صناعة الجبنة دي من اسهل الحاجات اللي ممكن تعملها في البيت وناس كتير جدا بتعملها في البيت بتشتري حليب ماعز او حليب جموس او حليب ابقار في رش وانت بتصنعها على ايدك في البيت فكده انت بتاخد تلات مميزات مهمين جدا اول ميزة انك بتكون ضامن النظافة بتاعت المنتج بتاعك بتكون ضامن كل المكونات اللي موجودة في المنتج بتاعك وكمان بتقلل التكلفة طبعا بالخلاف لما تشتريها من بره فدي الميزات اللي انت بتاخدها لما بتصنعها في البيت وده افضل اختيار لو قدرنا نعمل طيب الناس بها تقول يا دكتور ما عندناش وقت وبنكسل وكل الحاجات دي نعمل ايه نشتري ايه لما نروح السوبر ماركت ازاي نعرف نفرق بين الدار وبين الصحي اول قاعدة طبعا علشان تعرف تفرق بين الاتنين انك لازم تتعلم وتكون كده من ضمن الاساسيات عندك لما تشتري اي منتج في الدنيا لازم تتعلم تقرأ الملصق الغذائي اللي موجود على العلبة على فكرة كل حاجة بتكون مكتوبة على العلبة بشكل واضح جدا ولكن احنا مش بنقرأ ما تعودناش ان احنا نقرأ المنتج او الكلمات اللي موجودة على العلبة الشركات كلها مش بتقلف على فكرة لا في زيوت نباتية بيكتبلك زيوت نباتية في لبن بودرة بيكتبلك لبن بودرة لانه مقدرش يعمل كده لانه عليه رقابة والمنتجات بتاعته بتتحلم ولكن احنا مش بنقرأ المكتوب على العلبة بس بناخد العنوان الكبير او العنوان الرئيسي وبنغفل او مش بنقرأ الكلمات الصغيرة او حتى مش بنلف العلبة ونقرأ الكلام اللي مكتوب على ظهر العلبة من ورا. وكمان تخلي بالك من موضوع الاعلانات. مش كل حاجة بتيجي في الاعلانات بتكون حاجة صحية. ما فيش شركة هتكلف نفسها وتعمل اعلانات مبهرة جدا وتصرف وتعمل دعايات وتقول لك الجبنة دي كويسة لصحة ابنك والجبنة دي بتقول عظام. كل الشركات المصنعة هدفها الاول والاخير الربح المادي وفقط. ما يهموش ابدا صحتك ولا هيدور عليها. هو عاوز ياخد اكبر مكسب مادي ممكن من المنتج اللي هو بيبعوه لك. فانت بس تكلف نفسك تلاتين ثانية واقرأ الكلام اللي مكتوب على العلبة زي ما انا هشرح لكم دلوقتي. لازم لما تشتري علبة جبنة من اي نوع لازم تتأكد عليها ان مكتوب كده خالية من الزيوت النباتية او خالية من الدهون النباتية. طيب يا دكتور بيكون مكتوب الكلام ده اه هتلاقيها مكتوب على العلبة كده وبخط واضح جدا لاما يكتب لك جبنة نباتية الدهون او داخل فيها زيوت نباتية لاما يكتب لك جبنة خالية من الزيوت النباتية او حليب ابكار وفقط. اي جبنة حليب ابكار وفقط دي هي دي الجبنة الكويسة بدون ايه ما انت تشغل نفسك. لقيت بقى كلمة زيوت مضافة من برا? اعرف ان الجبنة دي مش كويسة وهتضر صحتك. عمتا الاجبان الصحية بتلاقي المكونات اللي مكتوبة على العلبة هما يضب اربع او خمس مكونات. بتلاقي مسلا المكتوب حليب ابكار مية في المية. مية. ملح منفحة بكتيرية. غالبا هي دي المكونات اللي انت بتلاقيها على العلبة. مسكت بقى العلبة ولاقيت عليها رغي كتير قوي وكلام كتير جدا ومكونات اصلا انت عمرك ما سمعتها او انك تعرفها او حتى عدت عليك قبل كده. اعرف ان المضاف حاجات كتيرة جدا على العلبة دي ودي مش جبنة طبيعية مية في المية. عندك كمان انواع الجبن اللي هي الاكثر استهلاكا بين الناس عمتا وخصوصا اطفال. عندك الجبنة او الجبنة الشرايح. الجبنة المسلسات. الجبنة اللي هي في البرطمنات. الجبنة اللي هي بتدهن. الجبنة السيلة. كل دي مش جبن. دي بقى انا بقول لكم ما تتعبش نفسك دي مش جبن. دي الكل اللي داخل فيها هي دوب تقريبا ربع الكمية او خمسة وعشرين في المية جبنة ومكونات كتيرة جدا بيضفها لك علشان يطلع بالشكل اللي انت بتشوفه ده. فدي مش مية في المية جبنة وتقدر برضو تتأكد من على العبوة امسك بس كده العلبة وقرى المكونات اللي عليها. لو جبت مسلا جبنة الكرافت اللي هي في البرطمنات السيلة اللي الناس كلها بتحبها هتلاقي مليون مكون داخل في التركيبة بتاعت. فعلشان كده كل الانواع دي ابعد عنها تماما. يبقى انت دلوقت اي نوع هتشتريها تلاقي مكتوب عليه كلمة زيوت نباتية او دهون نباتية ده تبعد عنه تماما. وكمان لو لقيت اي كلمة من الكلمات اللي انا هقولها لك دي مكتوبة على العلبة مباشرة تعرف ان دي مش جبنة زي الحاجات اللي احنا قلنا عليها من شوية اللي هي الجبنة في البرطمنات والسليسيز والاوالب والحاجات دي كلها. لو انت متحير هتلاقي الكلام ده مكتوب عندك على العبوة. هتلاقي مكتوب عندك جبنة بتدهن قابل انها تدهن. جبنة مصنعة بورسيز دي تشيز. جبنة مطبوخة. معجون جبن. جبنة مطبوخة بتعمل شيدر. منتج غزائي مصنع من الجبن. كل الكلمات دي لو لقيت اي كلمة فيهم على العلبة دي تبعد عنها تماما انا واحاول حتى اخط لكم ايه بعض الصور دلوقتي على الشاشة علشان تعرفوا انا قصدي ايه والكلمات بتكون مكتوبة فيه. واحد بها يسألني يقول يا دكتورة بالاجبان السايبة اللي هي مش موجودة في علب دايما لما تدخل الهايبر ماركت او تدخل السوق او تدخل حتى عند كفاتيريا او عند لبان بتلاقي الاجبان السايبة اللي مش موجودة في علب زي الجبنة الفيتا وكل الكلام اللي احنا بنحبه ده. الاجبان دي هل هي صحية? فاصلها مفروض صحي. يعني فاصلها مفروض كل الجبن دي صحية مصنعة من حليب وفقط. ولكن طبعا للأسف الشديد دلوقتي اغلب الشركات بتغش. انت هيكون صعب عليك اوي انك تتأكد من الاجبان السايبة اللي موجودة قدامك دي. لان هي سايبة قدامك وانت مش شايف العلبة بتاعتها. فعلشان تتأكد الدمك حل من الحلين. لاما تشوف الصفيحة الكبيرة نفسها للرجل ده مطلع منها الجبنة لو عرفت. واحنا عملنا كده على فكرة في مرة انا واحد صديقي. لاما على اقل تكون ضامن المصدر اللي انت هتشتري منه. عارف مسلا كفاتيريا معينة. لبان معين. مكان معين فعلا بيصنع مية في المية من الحليب بتاع الجموس او حليب الابقار وبس اشتري منه. بخلاف كده الجبن السايبة عامة يعني انا مش هسوق الظنة ولكن بقول عامة كلها داخل فيها زيوت نباتية وداخل فيها البان بضر. ناس تاني بقى كان اشوفوا له صور كتير جدا او ضمن الاكلات اللي انا بنشرها بكون حطت جبن المتزرلة فوق الوش في الاكلات بتاعتك. فبيسألوني هل الجبن المتزرلة دي صحية? هل الجبن الشيدر دي صحية? كل الاكبان دي صحية بنفس الشروط اللي احنا قلنا عليها. يعني لما تروح تشتري بس تكلف نفسك ويقرأ اللي موجود على الكسم الورا. الجبن المتزرلة في منها صحي وفي منها غير صحي. على حسب. يعني ايه على حسب? لو مكتوب عليها مية في المية حليب ابقار يبقى دي جبنة صحية استخدمه. لو مكتوب عليها نباتي الدهن او زيت نباتي اعرف ان ده نوع دار ابعد عنه تماما. يبقى هو ده اللي هيفرق لك بين الشيدر والمتزرلة واي نوع من انواع الجبن هم الكلمتين دول. حليب ابقار مية في المية الجبنة دي تمام وتقدر تستخدمها. داخل فيها زيت نباتية ايه بعد عنها? يبقى احنا كده خلصنا ايه الفرق بين الجبنة الصحية والجبنة الطبيعية والاجبان الضر. ولكن بقى المرة الجاية ان شاء الله الناس المهتمة بالرجيم ومهتمة بالسعرات الحرارية وعايزة تعرف ايه نوع الجبن اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش كل ده هنتكلم عليه في الفيديو الجاي مباشرة بازن الله تعالى. نستوضعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة